عودة لمسلسل الاغتيالات في تعز هذه المرة اغتيالات بالجملة وبطريقة تبدو اكثر تنظيمة بالامس تم اغتيال نجل قائد الشرطة العسكرية في المدينة وجندي اخر فيما اصيب اخرون تم استهدافهمهم على متن طقم عسكري في الاسبوع الماضي وقعت حادثة اغتيال طالت الجندي مالك الشجاع والجندي عمار الصراري ومسدس كاتم للصوت وسط المدينة وفي مايو الماضي تم اغتيال الجندي عبدالالله السريحي المنظوي تحت اطار كتائب ابي العباس والجندي وائل الغشم في شارع 26 سبتمبر وسط المدينة وقبل هذه الحادثة بساعات تم ايضا اغتيال الجندي زائد سلطان بالقرب من جامع الاعتصام اذا اغتيالات منظمة ومتوالية بطلها المتخفي دائما ملثم على متن دراجة نارية ومؤخرا جد الحديث عن انتشار المسدسات الكاتمة للصوت التي تسهل تنفيذ مثل هذه المهمات اغتيال نجل قائد الشرطة العسكرية يأتي في ظرف خطر حيث جاء بعد محاولة السلطة في تعز فرض الامن داخل المدينة عبر قوات الشرطة العسكرية وازاحة التشكيلات المسلحة الاخرى التي كانت تتقاسم المدينة كمربعات دلالة هذه العملية توصل رسالة مفادها ان هناك اطرافا مسلحة ترفض ان يتم ازاحتها في تقاسم السيطرة على المدينة ولو كان لصالح الاجهزة الامنية الرسمية وهنا يبرز تساؤل كبير من من مصلحته ان لا يستتب الوضع الامني في تعز من الواضح ان محاولة فرض الامن من قبل الاجهزة الرسمية تواجه بمخاطر كثيرة من قبل عشاق الفوضى وفارض الاتاوات لكن هل ستضرب الدولة بيد من حديد على كل من يحاول اعاقة حضورها القوي ام ان الفوضى ستكون مصير هذه المدينة الغارقة بين ناري الانقلاب وتجاري الحروب اشتركوا في القناة